أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام المشروعات الانشية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات تصريحاته الرئيس السيسي جاءت خلال تفقده لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة كمدينة الفنون والثقافة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صلاة الجمعة بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الانشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة كمدينة الفنون والثقافة بما فيها دار الأوبرا الجديدة وكذلك الحي الحكومي فضلا عن القيادة الاستراتيجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها مؤكدا ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المؤسطات وأحدث التصميمات وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد خلال جولته مدينة الفنون والثقافة والتي يتم إنشاؤها لتصبح منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي وستضم عددا من المصارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة التي تعد جزءا أساسيا من مدينة الفنون والثقافة ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط كما تفقد السيد الرئيس الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والذي يقع على مساحة 550 فدان وسيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزرات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة ترجمة نانسي قنقر